كلام كتير طبعا حضراتكم سمعتو عن المطش وتحليل أداء اللعيبة وموسيماني وباتشيكو والأهلي والزمالك وعنصر التفوق لكن أنا لحقيقة كنت متشوق وليه شرف نده يحصل في السادسة أن أنا أسمحها من وجهة نظر اسم كبير جدا في عالم الكرة المصرية كمدرب وكمحلل مدرب متخب مصر طبعا ومدرب النادي الأهلي وكمحلل وكمان كمحاضر ومراقب في الاتحادين الدولي والإفريقي كابتن فتحي نصير ضفنا النهاردة في السادسة أمسان نقول له بس الأول أهلا وسهلا وألف مبروك كابتن فتحي مبروك لنا كلنا مبروش مبروك لي بس مبروك لنا كلنا لنا لكل العاملين هنا في القناة لكل المسؤولين في النادي الأهلي لكل أدارة النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي العظيم اللي هو كان له هدور كبير فيه أن نحن نصل وينحقق التسعة التسعة أهله الحمد لله أننا حققت وعبالة عشرة بإذن الله زي ما قال لي في البيت الكبير قالوا لي أنه حضرتك مع كابتن هاني رامزي وسهم في استضافتهم لك يعني كنت حطيت سيناريو المباراة اللي حصل بالفعل لغاية لما وصلنا اللحظة تتفيج نادي الأهل الحقيقة بص يا محمد المباراة دي المباراة الفاصلة المباراة اللي لها أكتر من هدف هتقول لي أكتر من هدف إزاي هدف إنك تفوز في نهاية فرق دواح اتنين إنك بتلاعب الزمالك إذن دي بطولة تانية غير بطولة أنا بس عايز أقف مع الصورة بما أنه الزمل أنزلوها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أول رئيس نادي يتوج بطولة دوري الأبطال كابتن فتحي كلاعب وكرئيس نادي ذكريات ومشوار عمر تهيقل إنت مع كابتن خمسين سنة خمسين سنة ربنا يديكم الصحة بنتو العمر الصورة دي في استاد القاهرة ولو تشوفوا حضراتكم من استاد القاهرة قبل ما يتنظم وقبل ما يبقى فيه الحاجات الحديثة دلوقتي وكنا في معسكر منتخب مصر وكنا بنصلي الفجر الفرقة كمنتخب مصر وبعدين بينزل بأخذ محمود الخطيب نفسه الحاجات اللي هي نقصها بحاولة زودها له مش لأنه مش حقدر عمله الكلام ده الفردي مع الفرقة لأن أنا برضه في الفرقة بكون أنا الوحدي فلما بنزل بنصلي الفجر وننزل فده الشمس لسه طلع وقت الفجر وبننزل للملعب وما فيش بني آدم ولا عامل ولا أي حد ولا غرفة لابس بناخد معانا الكور وأنا معانا مفاتيح ونقعد نشتغل وبعدين يطلع ناخد دوش ويفطر ويجهز نفسه للشهر اللي عادي إزاي ما كانش بيعصر غير مع كابتن محمود خطيب لا يعني هو بص ده إنسان بيعشق الكورة عايز عنده إرادة وبيعشق النجاح أيضا ودايما زي السفنجة السفنجة عايزها المية يعني تحطها في المية كده بتشربها هو السفنجة عايز ياخد كل حاجة عايز يستفيد بكل حاجة عايز اليوم ما يبقاش فيه 24 ساعة عايز التمرين ما يبقى الساعتين يعاوز يبقى التمرين 4 ساعات معانا فيه ناس كتير اللي كابتن فتحي تقولك أنه الموهبة اللي هي هديت ربنا يعني الموهبة الطبيعية تكفي مش محتاج أن أنا يعني عامل شوائتين الزيادة لا هو بقى بينميها ومثلا لو حصل حاجة معينة في تمرين معين إن كده تعال نصلحها ونقعد نزبطها بعيد عن أعين كل المشاهدين حتى اللعبة زمانه وبنشترى الصورة دي ما طلعتش لما بقى رئيس دلوقتي يعني ما قدرش لكل ناشت نطلحها إلا لما بقى رئيس عشان ندي أمل وندي درس لكل اللعبين أو كل مكتهدين هو إذا كنت أنت لاعب ما تفتكرش أن أنت عشان مهراتك بتوقف الكرة وبتشوت وبصيبة دي كل حاجة لازم تشتغل في الحاجات الأساسية والحاجات اللي هي بعيد إن أنا حقضو تدريب فردي قدام الفرقة طب والفرقة هتروح فين وتتمرن إمتى وتيت كلام ده ما كانش حينفع صحيح كنت لازم إن أنا أخذه في الوقت ده والتوقيت ده ليه الصبح لما أنت بتكون ده حاجة علمية كمان أما أنت بتكون نايم الشباب اللي طالع يسمع كلام كابتنفتح ده مهم جدا أما بتنام بالليل بتصحى الصبح فالمخ بيكون استريح والجهاز العصبي استريح فأقدر أشتغل على الحاجات المهارية اللي أنت بحتاجها مش البدني أنا ما بديلهش بدني أنا بديله حاجات بدهله مهارية لأن المهارية الخططية دي دي بتخش في الدماغ لأن الدماغ لسه فيش يبقى ريلاكس عشان يحسنه لكن مش باقده في الملعب وقعد أجريح حولين الملعب ونجري والنط والكلام ده ده ما مش حدور للصبح بدني لي قاتة تانية ده لازم يكون عنده واكل كويس وعنده طاقة كويسة لكن هو الصبح لسه ولسه ما فترش يعني ده صلى الفجر ونزل إذن يقدر يستوعب شوية فالمخ بيكون حاضر وده اللي احنا عملناه مع كابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس الناج الأهلي وهو يعني من صغره كنا متوقعين له كده هتقول لي متوقع له بيباني كابتن فتحي طبعا البرسوناليتي الشخصية بتاعته الهدوء حكم المواقف إن لما الناس كلها مشدودة تلاقيه هو يفكر قبل ما يتكلم يسمع كتير ما يتكلمش كتير يسمع وبعدين ويشوف أكتر يعني مش يسمع بس يعني مش لما ديكي تقول له حاجة هو يسمحه ويبقى خلاص لا يسمع ما افتكر لهش يعني أنا من قول ما فتحت عيني على كرة ما شفتش الخطيف في الموقف خارج على النص ما شفتش الخطيف في حالة انفعال وبعدين قليل الكلام كسير العمل انت بتشوف دلوقتي بيتكلم يعني بيطلع مثل في برامجه بتاعه والحاجات دي مقطع الدينة مفيش هو ماشي في هدوء هو عنده ثقة في الله عنده ثقة في نفسه بيعتذب نفسه كويسا اذا سمحت لي اضيف على الكلام حضرتك انه لولا يعني طبعا الخطيب في الملعب مفيش حد يختلف عليه يعني انا مش بكلم على الجمهور انا بتكلم على اهم العيبة جات في مصر في التلاتين سنة اللي فاتت لو سألتهم يعني كله هيقول الخطيب لكن انا بتكلم على انه مش بس الموضوع او حب الناس للخطيب مش بس عشان الملعب مش بس عشان البطولات ومش بس عشان الكرة الحلوة اللي كان بيقدمها لكن كمان برا الملعب الحقيقة واخلاقيات كابتن محمود الخطيب سهمت بشكل كبير في انه يكون له رصيد عنيف عند كل المصريين مش بس بتكلم على الاهلوية وسهمت في انه الصورة والأسطورة تكتمل اكيد لانه هو يعني ايه اولا هم مش بيتقمس هذا الدور ثانيا هو اللي من بيئة او من نبت طيب او من شرب من ارض مصر ومن طراب مصر اللي عب فيه ده بيحس بتنعكس عليه بحاجات كتير وده برضو اختها من الوالد والوالد الله يرحمهم كانوا بالنسبة له هو يعني لا تتخيل احمد يعني هو له اخوات ولاده بنات لكن ده كان له مكان خاص عنده ولا يعني ان انا ما تخيلش في يوم من الايام انه هو افكر في يوم انه يخرج عن النص او يكون خارج عن النص او اسمع عنه او اشوفه وده اللي احنا بنقوله نجمنا في كل المجالات مش بس في الكرة ومش بس في الرياضة في الفن وفي الشاعر وفي الأدب يعني النجم ده رول مادل النجم ده قدوة للأجيال اللي جاية مفترض انه يحسب تصرفاته ويقسها بميزان دهب عشان العين بتبقى عليه والناس بتشوفه بيعمل ايه وبتقلده عشان كده دايما بنقول لنجمنا عليكم مسئولية كبيرة جدا جزء كبير جدا من فكرة سياقة الشخصية وفكرة التربية الأجيال اللي جاية مرتبطة بشكل كبير جدا بين جمهم اللي بيشوفوهم بيحبوهم كان مغني كان ممثل كان مخرج كان لعيد كورة كان صحفي يعني نجوم كتير في كل المجالات ما شاء الله مصر وعلاد بس المسئولية هنا مهمة جدا ولابد انها تتحط في الاعتبار وقبل كل تصرف وقبل كل كلمة بتحصل لابد ان احنا نفكر فيها ونعرف تبعاتها ونقدر تماما مسئولياتها هاخدك للكورة مرة تانية يا كابتن فتح بكلم على مطش بشوف انه اسعد الاهلوية بشكل غير مسبوك يعني انا خدت بطولات افريقيا كتير قوي قبل كده ومنهم بطولات كتت صعبة وكتت حلوة وكتت ممتعة لكن احساس البطولة دي انا بشوفه غير مش عارف انت يعني شوفتها بنفس كلنا لان اولا نرجع للماتش اللي احنا قلنا وقلنا السيناريو بتاعه قلنا الهدف قبل الصورة ما كانت تيجي قلنا الهدف من المباراة نمرأ واحد ان انا في بطولة افريقيا سبع سنين ما خدتهاش فدلوقتي جيت خدته يبقى فيه ده هدف الهدف التاني انا بلاعب فريق بينافسني طوال التاريخ اللي هو ناز مالك نادم الاندية المحترمة نادم بير منافس تقليدي منافس تقليدي ومنافس عنده فرقة وعنده امكانيات انه هو يقدر ينافس الناد الاهلي يبقى دي حاجة تانية نمره تلاتة انا لو كسبت هذه البطولة انا هروح كاس العالم فدي هدف تاني للمباراة يعني مش هقدر اروح كاس العالم الى للمباكسب هذه المباراة مش هاخد بطولة كاس بطولة افريقيا الى للمباكسب المباراة ايه اننا بلعب بلعب الزمالك ايه والزمالك كان كسبني قبل كده في الدوري فالسانة ما تنتيش ايه لما اكسب زمالك يبقى دورده هدف من ضمن الاهداف لي طيب تقول لي وإيه كمان يعني بعد كده إيه يعني الهدف من نازل المباراة إن أنا بعد النفسي كم مباراة أصبحت الواحد وعشرين البطولة الواحد وعشرين أصبحت البطولة الكام التسعة خطها إذن كل دي الأهداف دي في مباراة واحدة فإذن فيه أهداف كتير لمباراة واحدة إزاي إن الإنسان يركز فيها وبعدين المدرب اللي جاي اللي اتنين مدربين سواء مدرب الأهل أو مدرب زمالك اللي اتنين جودات جايين في آخر شهرين فبرضو دي قصة تانية إزاي شفت قدرت موسيماني للمباراة من وجهة نظرة كابتن فاتح يعني احنا شفنا كرة موسيماني تقريبا في كل المباراة اللي عايبها من أول متقالة للمسئولية منهج واحد طريقة واحدة سلوب واحد سيطرة استحواز كرة سريعة كرة على الأرض تحرك بكرة وبدون كرة تقريبا السيناريو ده ما شفناهوش في المباراة دي هل ده كان يعني مطلوب لأنه المواجهة مهمة ومباراة صعبة ونهائي بطولة شفتوا قدرها إزاي في شطها الأول وشطها التانية هو الأهداف بتاعت المباراة اللي احنا قلنا لها تلت أربع أهداف المباراة التانية هدف واحد إننا نكسب الفريق وخلاص أكسب بطولة أخذ تلت نقطة لكن دي كان فيه أهداف كتير فيه صراعات كتير أنا عايز أروح كاس العالم أنا عايز أكسب مثلا ناس زمالك أنا عايز أخذ الكاس أنا خسران من زمالك آخر مباراة هو كاسبني في الدوري أنا لازم بعد سبع سنين ما أخذش بطولة كل الحاجات دي الصراع ده بيمر بيه فلازم تتعامل بحرص وبحرفية وكان عنده الهدوء الهدوء التام ده بالنسبة لمتسم 8 كان هادي وعارف وعارف بيدير المباراة دي زي وعارف المباراة دي كانت ممكن تطول لأنه ممكن فيه وقت إضافي ثم فيه ضربة ترجيح إذن المباراة زمانها مش 90 دقيقة إحنا ولما قسمها إحنا قسمناها شوطين لأ ده هو المدرب بيحط في دماغه في الأول السيناريو وير السيناريو إيه إن أنا عندي شوط أول وعندي شوط تاني واحتمال شوط ثالث واحتمال شوط رابع واحتمال ضربة ترجيح وكل تغيير محسوب عليه لأنه لازم يخلي أكبر عدد من لعيبة اللي بيجيدوا في ضربات الترجيح موجودين في الملعب عشان ممكن يوصل لضربات ترجيح يلاقي لعيبة هو غيرهم أصلا كانوا لعيبة يعرفوا شوط ضربة جزاء هل تبتون متوقع لماذا يوصل لضربات ترجيح؟ لا 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 يعني ما كانش فيه ولا الوقت إضافي؟ ولا الوقت الإضافي عندي ثقة في الله وفي نفسه وفي الفرقة إن هي حتنتيه في التسعين دقيقة وعارف لأن الزمالك داخل على إن هو والجمهور والناس كلها جمهور الزمالك كمان متخيل فعلا أن الزمالك هو الأوفر حسن الأوفر حسن مش الأحسن الأوفر حسن لأن التوفيق كان معهم برضو في مباراة احنا خسرناها تاتة واحد المطشين الأخرانين اه يعني يكفي مباراة تاتة واحد دي احنا كرة معانا هجمين على طول أربع هجمات تلت تجوال بس هم أربع هجمات تلت تجوال يعني ده اسم التوفيق فهذه المباراة كان حيحكم عليها التوفيق التوفيق في إيه؟ التوفيق يمكن أن يختار اللعبة اختيار إيه؟ طريقة اللعب اللي هراج تفضلت وقلت عليها بدأ إزاي المباراة؟ هو بدأ بيبدأ في أول ربع ساعة قد إيه؟ وبعدين بيدي ربع ساعة وبعدين يدي ربع ساعة الأخير في الشوت وبعدين بيبدأ الشوت تاني تسمح لي عشان أنا يهمني كمان أخرج من براءة أنا بشوف أن واحد من أهم مكاسب المباراة دي أنها طلعت الأهلي من مرحلة صعبة مرحلة عنو الزجاجة إنجاز التعبير يعني ونقلتنا في حتة تانية أوسع أهدى أرحب خلينا أتكلم عليها مع حدودك بالتفصيل بس بعد ما نروح لفصل سريع جدا نتواصل مع حدودك مرة تانية إحنا ما خلصناه بس فاينال مهم ده إحنا دخلين كمان على فاينال محتمل وخليني أقول لحضراتكم أنه بتهيألي يعني أنه كل الأهلوية والزمالكوية مستنين مع كامل التقدير والاحترام طبعا لطلاع الجيش والاتحاد السكندري بس يعني الأهلوية والزمالكوية عايزين يشوفوا فوق مطش أهلي وزمالك تاني يعني أغلب تظن إن شاء الله أنه لو الزمالك عدى والأهلي عدى المطش اللي جاي ده مطش تكسير عظام الزمالكوية طبعا عايزين يردوا اعتبار وعايزين ياخدوا بطولة ردا على جرح بطول الدوري أبطال إفريقيا جرحهم كان كبير هم كانوا دخلين المطش الحقيقي عندهم ظن كبير جدا إنه البطولة مش هتطلع عن نادي زمالك فعشان كده على قد التوقعات ما كانت علي على قد ما الوجع كان قوي فبالتالي عندهم رغبة أنه هم يخلصوا طرهم من أهلي في كاس مصر نفس الحكاية الأهلوية عايزين أهلا وسهلا بالزمالك ليلة أمرة كمان يعني ما فيش معنه في أسبوعين ناخد الزمالك مطشين وناخد منه بطولتين طموح مشروع لكل فريق من الفرقتين خلينا أسمع رأي كابتن فتحي بس قبل ما نروح لمطش فاينال الكاس واللقاء المتوقع أو المرتقب بنسبة كبيرة أهلي وزمالك عندنا مطش اتحاد بكر زي مطش دوري الأبطال طلعنا أو نقلنا من منطقة كنا مزنقين فيها في إصابات وغيابات وضغط مباريات وقايمة غالبا بطبع نقصة في الدفاع أو في الهجوم النهاردة الأهلي خد نفسه النهاردة كنا بنتكلم على قايمة الأولية دخل معنا المعارين دخل معنا السفقات الجديدة يعني بكرة احتمال نشوف طاهر ممكن نشوف بنون ممكن نشوف ناصر ممكن نشوف أكرم توفيق فبالتالي فيه إلى حد الماء رياحية شوية ومعاك معنويات في السماء واخد دوري عام واخد بطولة أفريقيا فدخل روحك المعنوية في أحسن حالتها رأيك إيه في مواجهة بكرة ورؤيتك أو يعني فكر مسيماني في إدارة لقاء الأهلي والاتحاد من أصعب المبارات اللي تقابل أي مدرب أو تقابل أي فريق أن فريق يكون بطل وبعده حصوله على البطولة بيلعب أول مبارات اللي هي مبارات الاتحاد بتشوفها مباراتش صعب طبعا صعب جدا 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 أنا أقولها دلوقتي وإن شاء الله مش معنى كده أن أقول أن الأهلي مش هيكسب أو هيكسب أو كده لا إن شاء الله بإذن الله يكون الأهلي عند حصن ظنه جماهيره قدرته بس ليه صعبة من وجهة نظر صعبة من وجهة نظر أنت بعد ما بتكسب أي بطولة وخصوص لما يكون بطولة كبيرة أوي بتبقى وصلت لقمة الهرام طب بفوق مفروض أن أنا حافظ على القمة دي لمدة أسبوعين ثلاثة لأن فيهم بطلتين ثلاثة أو بطلتين على الأقل فدي صعوبة بتقابل أي مدرب أن إزاي حافظ عليهم المعنويات العالية أستغلها في الإعداد النفسي الإعداد النفسي مش المهاري ولا الخططي في الفترة دي بسماعني مش هيقدر يغير من مهارة لعب ولا هيقدر يزود من لياقة لعب بس هيرجع لي هيرجع لي وليد هيرجع لي ديانجة هيدخل لي ناصر مش هيغير أنا أصدي مش هيغير اللياقة والمهارة تمام لكن يقدر يغير في الدوافع النفسية يقدر يتعامل معها لأن الدوافع النفسية سهل تفقتها ومن الصعب تكسبها لكن تقدر تكسبها في وقت قليل يعني مش عايزة وقت لكن إصلاح مهارات وإصلاح لياقة وذلك كده بيحتاج وقت إذن في الوقت القصير ده هو التعامل النفسي وده أصعب تعامل مع النفسي البشرية أنك بتعامل مع لاعب وإزاي تعده وإزاي تشده من الفرح اللي هو فيه ده وتخليه لحالة التركيز مرة تانية لحالة أن أنا بركز تاني وارجع تاني من الأول وابدأ أن أنا داخل بطولة تانية مش نهائي ده البطولة دي لسه في الأول يعني نادي الاتحاد نادي احترم نادي فيه اتنين مداربين متميزين يعني لهم هستوري برضو في الدور المصري كل ده بيدي صعوبة للمباراة إزاي ألملم اللعبة وهي فرحانة ليه لأنك أنت اللعب لما بيفرح أي واحد بلاش اللعب أي بنا آدم فينا أما أنت بتفرح على طول المخ بيتوقف عن العمل ولو المخ توقف عن العمل هتنسى واجباتك الخططية ده كلام شوية علمي فالفرح الكبير أو الزعل الكتير عشان جده كابتل خطيب قال ده يعني حتى في احتفالية النادي وفي تمرين النهاردة بالمناسبة تمرين النهاردة كابتل خطيب كان حاضر وأكد عن نفس المعلوم وقال لهم وقت الاحتفال انتهى خلاص يعني ده قدر لعبة النادي الأهلي وقدر أي حد بيشيل تيشت نادي الأهلي تحتفل في فترة بسيطة جدا تقلب الصفحة وبص للصفحة اللي بعدها ونتمنى طبعا انه يعني الرسالة تكون وصلت هي دي لأن أكتر وقت أولا اللعب في الملعب بيشتغل بمخه ومش ممكن حينفس كلامي المدرب إلا زا كان مخه حاضر وبيستوعب كلامه طيب أي وقت في المباراة المخ اللعب ما بيشتغلش ما فيش تسعين ديها مخ اللعب لازم يشتغل سواء الكرة مع القسمة أو الكرة معها ماشي طب انت بتقول ليه الفرح والزعل المخ بيتوقف وقت الفرح ووقت الزعل فانت فرحان دي الوقت قوي ومش ترحان بهدوء دي لقطات من تمرينت النهاردة كابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني واللعب في تمرينت النهاردة الصبح وزي ما قلت لحاكم الكابتن خطيب الحقيقة يعني ملف الكرة بالنسباله هو طبعا يعني بحكم موقعه ورئيس النادي الأهلي طبعا كل الملفات لها ولو هي عنده خصوصا فيما تعلق بالتطوير أحد أهم تلت أركان بنى عليهم الحقيقة برنامج عمله في النادي الأهلي تطوير على كل مستويات في الملاعب في البنية التحتية في أفرع النادي المختلفة لكن تبقى حتة ملف كرة القدم بالنسبة لكابتن خطيب ده إحساسي الشخصي دي مش معلومة ده إحساس أو وجهة نظر شخصي يعني ملف الكرة وبنلف بطولات الفريق الأول نادي الأهلي بكرة القدم بالنسبة لكابتن خطيب ملف بخطوط حمراء يعني هو بيتولى مسؤوليته بنفسه معني بكل تفاصيله مع الفرقة في كل سفرياتها مع الفرقة في التدريبات مع الفرقة في كل المطشاط وبالتالي هو يعني بيدي الملف ده اهتمام كبير جد وطبعا خدوا بالحضراتكم يعني أنا متفاهم طبعا أي العيب كرة بيرعب في النادي الأهلي بيسمع كلام كابتن محمود خطيب بيسمع توجيهات بيسمع نصايح هو كل أذان صغير زي ما بيقوله وبعدين هو يعني خبرة السنين والأيام والماتشات والبطولات بيستحضرها في مثل هذه البطولات أيو إنك تيجي بعد ماتش تيجي جاي أنت جاي كسبان وتلعب أنت عندك البطولة فتلاقي اللعب في المباراة اللي هي بكرة إن شاء الله بإذن الله لو نجاح مسمعني مش في أسلوب اللعب ولا في طريقة اللعب نجاح مسمعني فيه إن هو يعدهم نفسيا بيما الفصل تام على ما سبق والبطولة انتهت والدم الجديد اللي جاي اتنين أو تلاتة لعيبة دولة برضو في حد ذاتها زي ما بتدي جولوكوز أو المجلوبين في الدم عشان تنشط انتعاشة للفرقة في الحركة في المنافسة فدي حتدي منافسة تانية بين اللعب وبين بعض إن مين اللي يلعب لأن أصبحنا دلوقتي كنا اتنين أصبحنا تلاتة أربعة وكتنا نص نص لا الفرقة دلوقتي اكتملت فأكيد حيقدر ربنا يوفقه في اختيار في اختيار التمنتاشر لعب ثم في اختيار الـ 11 من التمنتاشر اللي هيلعبه هذه المباراة خليني أقول لحضرتك عشان هنروح لمطش الفاينل لو ربنا كرمنا إن شاء الله بكرة وصلنا فياينل ولو الزمالك وصل قدامنا فياينل إنه خلاص بغول الدوري الأبطال خدناها وتحسبت وتسجلت في تاريخ النادي الأهل النجمة التسعة من السيزن الجاي هتلاقوها منورة إن شاء الله الفانيلا الحامرة لكن مش وقته على الإطلاق إنه الأهل يتعرض لأيام طب صناعي لا في مطش الاتحاد ولا في مطش نهاية أفريقيا سيقابلنا طلاق الجيش أو الزمالك مش توقيته ومش وقت مناسب خصوصا إنه مش بس عشان بطولة مهمة ولقب جديد هيضاف لبطولات النادي الأهل لكن كمان عشان من نفسدش فرحة الجماهير الأهلوية فرحة كبيرة جدا ووعا تفتكر أو تعتقد إنه الجماهير الأهلوية لسه بطلت تحتفل ببطولة أفريقيا ما زالت نسخة مكررة من مواجهة نهاية دوري الأبطال لو حصل يعني والأهل والفريق أنت أهلوا للنهاية كابتن فاتحي وهل تتمنى أنت شخصيا مواجهة الزمالك في النهاية ولا تفضل لأنه تكون المواجهة أمام طلاق الجيش لا ده بعد ما ربنا وفقنا في الاتخاذ الأول شعر رب إذن الله في حال ما إذا تخطينا لا إحنا عايزين ده كله سينيريوهات في التخيلات فإحنا يعني التخيلات طبعا هي ما تفرق نادي زمالك نادي محترم قادر على أنه يفوز على طلع الجيش طلع الجيش فرقة كويسة وصلت لمستوى كويس مع حميد باسيوني دلوقتي طرق العشرة ولمسك الفرقة فإذن الحتة دي أن يجي للنادي الأهلي مع الاتحاد ونادي الأهلي لو نفتكر كسب أربعة صفر في الدوري تتبنا هنا أربعة وتعدلنا صفر صفر هناك النتيجة كانت دورة عرف يعني صفر صفر دي كانت دورة عرف واللعيبة كانت لسه بنشكل فيها وكده أما هذه المباراة فدي لها وجه آخر ولها أسلوب آخر في الأداء ولها أسلوب آخر في اللعب أن طريقة لعب مسموني في هذه المباراة وبعدين دي مباراة كؤوس يعني لابد أن واحد فيه يفوز يبقى يعني هتنتهي بكده أو بتاع لازم حيبقى فيه مطمع الكاس غير طمعها في مطش الدوري يعني هو في مطش الدوري ممكن يلعب على أنه يخطف نقطة يلعب على تعادل لكن هنا بتهيئ لأنه عنده فرصة كبيرة جدا وده وفاحهم كمان نادل اتحاد حيستغلوا إيه ده بطل إفريقيا ده بطل قرن فحنلعب أكتر فحيلعبوا بمعنويات أعلى حيلعبوا بقوة أكتر يعني فيه فرقة تقولك لا ده هلعبوا خايفين لما مش هيخافوا هم هم حيلاقوك الند بالند ومش هتقدر تبقى الند بالند لما أنت تفرط سيطرتك من بداية المباراة بقوة وبعنف وبشراسة شراسة هجومية هي ده اللي ممكن أنت تقدر تغير بها الشكل إنك التوفيق برضو نقول إن التوفيق يوصلنا مين يكسب ونصل ونلاقي نفسنا بنقابل زمالك ليه لأ خلاص أنت هتقابل زمالك بس شكل المباراة برضو مش هيتغير لأن لازال الأهل والزمالك مش الأهل وفرق تاني مع بعض هيبقوا متحفزين جدا من الصعب جدا برضو إنه يقول هو عايز يعود لكن كمان مش عاوز يخسر يعني هو تحط في صراع دلوقتي هو عايز يعود ومش عاوز يخسر مين يخش المباراة دي بأريحية نفسية مين يخش المباراة دي بمعنويات أعلى شوية لا معنويات أعلى مفروض النادي الأهلي لأنه هو النادي الأهلي اللي كسب البطولة والكسبان وبعدين نتيجة مباراة الاتحاد ومباراة الطلاقع مع الفرقتين هي اللي هتحدد الفرقتين دولت لما هيقابلوا بعض ووضعوهم حيكون شكلوية تمام دي كده طيب يهمني أعرف من رأي حضرتك صفقات الأهلي الجديدة أو عودة اللاعبين المعاهرين إزاي يتعامل معهم مصر المسلماني التعامل الأمثل يعني الناس دي في منها ناس راجع للنادي الأهلي بعد ما كانت موجودة ضمن صفوفه وفي صفقات أعتقد أنها إضافة لسكواد النادي الأهلي زي طاهر وزي بدر بنون وزي بيكهم برضو هل شايف أنه وإحنا داخليه في فترة حساسة هل شايف أنه مصر المسلماني يعتمد عليه اللعيبة دي كمان عايزة تقدم وراء اعتمدها لمسر المسلماني هل يخشوا سكواد أهلي ويلعبوا مطشاط مرة واحدة ولا شايف أنه دورهم يبقى هم جاهزين بدني بدني جاهز ومهاراتهم طبعا تبقى سهل أنها تنصار في وسط المجموعة أنا شايف أنه هو يعني مش هخليهم في الرافة ولا هستفيد بيهم لأنه هو عايز بس سوء حظه أنه ما فيش وقت أنك مسأل تعمل مباراة تجربية أنه ما عمل تدريب وكده لكن حتعتمل برضو على مش الكلام النظري أنه هو شافهم قبل كده يعني شافهم وشاف فيديوهات وشاف الناد وشاف الكلام ده كله أنه هم كمان يتفرجوا على الناد الأهلي فسهل وعلى طريقة مسماني فإذن سهل أنه يقول لهم في الحتة دي هنتحرك كذا طبعا مش هيدوها 100-100 لكن ممكن لو أدوها 80% هيبقى برضو فايدة لنا لأن احنا الظروفنا أحمد عندنا إصاباتنا كتير قوي والكورونا راح تواخدنا برضو شوية وبعدين بعد اللعيبة كان مش بعيد بعيدين على الفرما لم يكنوا موفقين في برض زمالك كل ده حيديله الحقيقة فيه أنه هو يقدر يغير من اللعيبة دي ويقدر يغير يستفيد باثنين تلاتة من الجداد اللي هم مهمش جداد يعني اللي هم انضافوا لقائمة الند الأهلي غياب وليد وديانج كان مؤثر وشايف عودتهم إزاي ممكن تبقى إضافة في الفترة لا لا أكيد أكيد أولا وليد كقائد وليد كمسل وليد كلاعب وليد كمهارة وبعدين دي ينجح تحب وليد أنت كابتن فتح لا يعني هو هو فيه يعني شوف اللعيب لعيب حقيق ده اللعيب لعيب اللعيب اللي هو بيشم الجول يعني هو لازم رجله راح على الجول افتكر وليد شوف لعب قد إيه وقت وجاب كم جول وفي ناس لعبة قد إيه وقت ما جابتش على جول فطبعا لا وليد كمان فيه ميزة يعني كجمهور بنحسها اللعيب الغيور على الفايت سفيرت الروح القتالية عنه الروح القتالية عنه غيران على الفرق طبعا طبعا يعني فيه غيرة فيه لعيب بيلعب أو عايز يعدي دوره بس فيه لعيب تاني بيموت نفسه بيكفي النجلة جيل لزمن القديم أو الزمن يعني الزمن اللي كان المجموعة يعني المجموعة اللي كانوا بيلعبوا مع بعض فهو ده لازالت أخر عنقود من الناس اللي هم كانوا نمازج ومهراتهم علي أما أجي بالنسبة لديانج قصة يعني هو في الحتة دي ماشاء الله يعني حكاية افتقد نف اه ازاي بيوقف الهجمة ازاي بيبدأ الهجمة ازاي بينقل الهجمة من نص ملعبك لنص ملعبهم من التلت الدفاعي بتاعك للتلت الهجومي ازاي الاختراق ازاي التزديد يعني الطول القوة لا ديانج يعني اللعيب من اللعيبة اللي تعمل فارق تعمل فارق صفقات النادي الأهل الجديدة والمعارين منتظر تشوف مين او انت مستني تتفرج على مين الحقيقة كلهم لا اللي هم الجداد طبعا عندنا خط الدار معها احترامي احنا عندنا خط دهر برضو احنا اقوى خط دهر احنا اقوى خط الجوم واقوى خط صحيح يعني من غير دول لكن دولة هيجوا يكملوا اكتر يدوا جمال اكتر يدوا اريحية اكتر فانا شايف ان الاضافات اللي هي نجح مجلس الادارة وبترشيح من لجنة التخطيط كابتن بيبو في انهم ينطقوا هؤلاء اللعبين ربنا حوفقهم ان شاء الله يعني بس بشكل شخصي انت يعني كواحد من المتابعي النادي الاهلي ومشجعيه فيه لعيب عينك عليه مستاني تشوف مثلا ناصر مستاني تشوف طاهر نا هو طاهر طاهر و وفي خط الدهر عندنا برضو بدر بنون بدر بنون يعني دولة هيكلهم دور بس ادعو الله ان طاهر يعني تبعد عنه الاصابات شوية لانا جات له في الاخر كم مرة كده يطلع ويعني اصاباته تبعده واصاباته تبعده لو مشي طاهر من نوع اللي هو ممكن يباني اما البقين عندنا عندنا ناصر ماهر صلاح ماصر كدهما هم اولاد النادي محمد شريف عمد سيزين حلو او محمد شريف عمد كويسين او محمد شريف يعني هداف من اللعب الكويسين ومع المنتخب ومع كده برضو لنا الكورونا في صفقات تانية تحبت او مستنيها او شايف في مراكز محتاجة تدعم في الفترة اللي جاية اكيد اكيد يعني هما بيبصوا اكتر واحنا برضو بنقول كالرأس الحربة المهاجم لان قالوا باجي دلوقتي خلاص يعني ميشي فمفروض يكون بديل له مين البديل فان شاء الله ما احترام الموجودين الموجودين احنا مقلنش منهم بس احنا واحد ميشي كان رأس حربة يبقى لازم يجي تاني واحد رأس حربة بغض النظر عن هو ايه او من بلد ايه او بيلعب ايه مهم كمان يعني انا وقتي دايق بس هاسمع رأي حضرتك برضو في بطولة مهمة جدا لا تقل اهمية عن بطولة كاس مصر اه مشوار كاس مصر طويل دي بطولة من مطش واحد بس هي بطولة وهتكت تحسب في خزائن النادي لا ابو بكر مش هيبه طويل كاس مصر بكرة يعني بعد المجل بتاع بكرة هيبه مباراة واحدة لا اصد اقول انه الاهلي بدأ مشوار كاس يعني لعب مطشات كتير عشان يوصل على كاس السوبر بكلم على كاس السوبر بطولة من مباراة واحدة فيه ناس الى حد ما بتقلل من اهميتها وقيمتها بس احنا ما تفعلش معنا بظل بطولة احنا دخلين فيها براسنا ليه تقلل ليه تقلل يعني يعني لما بتتقارن بالكونفيدرالية تتقارن بدوري ابطال تتقارن بطولة فيها مشوار لا ما كونفيدرالية دي اصلا بطولة ده بطر كونفيدرالي يعني اللي جاي قابلك ده بطل كونفوترلائي. اعتبر نفسك بتلعب مع النهائي. نهائي الكنفوترلائي. هتاخد الكنفوترلائي. يعني انت لو كسبته يبقى كنا كسبت كل فرق الكنفوترلائي. زي ما كسبت مثلا زمالك كنا كسبت كل فرق افريقي. اللي هما ابطال دوله. ما اخد وجهة نظر حاجبا. فيه ناس شايفة انه دي اقوى فعليا انه دي اقوى مواجهة للنادي الاهلي السيزن ده. يعني كنا متوقعين مثلا انه انه الوداد قبل مطش الوداد واحدة وتفتكر الناس كتير جدا شايفة انه مواجهة الاهلي والوداد كانت نهائي مبكر لدولي الابطال. بالزبط. لما قدرنا نتخطى الوداد باريحية وبسهولة الناس شايفت انه اصعب مطش هيكون مطش الاهلي والزمالك وقدر الاهلي انه يتفوق. فيه ناس شايفة انه مواجهة بطل دولي الابطال مع مواجهة بطل الكنفوترلائي تعتبر اقوى واعنف مواجهة هذا السيل. fier! نهد البركان من الامريبي طبعا. هالحاك شايف انه متفق مع وجهة النظر دي. النادي الاهلي اللي قبله ظروف اللي تتحط فيها النادي الاهلي مش بي�دي ولا بفقله ولا بمدربه ولا بقدرته. ظروف اقوى من اي حد تحطت على النادي الاهلي والاكل الاندية. بس النادي الاهلي قد اكتر ليه لان النادي الاهلي لعيبته بتشارك في المنتخبات. لعبته بتشارك في البطولات الأفريقية لعبته بتشارك في الدوري فإذا كتير الإصابات اللي عندك الكورونا اللي حصلت التوقفات اللي حصلت ضغط المباراة اللي حصل كل ده كان ضغط جامد على النجل الأهلي صحيح نتمنى أنه مسيرة النجاح أنا شايف أنه دفعة مهمة جدا وتوقيت مهمة جدا حسبنا فيه وحققنا فيه حلم طال انتظاره حلم غالي جدا على الأهلوية أتمنى أنه رجالة الأهلي تستخدم الحتة دي أنها تكمل المشوار الدفعة دي عندنا بطلتين إن شاء الله بإذن الله وركزنا وفي حالتنا وربنا موفقنا نقدر نحققهم بمتعس ولكاس ماصر إن شاء الله بعد ما نتجاوز عقبة التحد ومن بعدي الزمالك لأنه بتوقع أن الزمالك يوصل للنهائي وبين بعد كده إن شاء الله نهائي سوبر إفريقيا كل التوفيق لرجالتنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن فتح شكرا لك وأسعدتنا كالعادة في السادسة الله خلي أنا المتشكر جدا يا عمد والحقيقة أنت طلتك على الشاسة بتساعدنا وبتشوفنا وحسنا إن إضافة جديدة لقناة الأهلي في البطلات اللي إحنا حصلناها بخبراتك ومعلوماتك اللي بتكلم فيها دي شهادة تساعدني وتشرفني لما تيجي من حضرتك كابتن فتح كل الشكر لك وكل التأدير ومرة ثانية بشكرك على وقتك وعلى وجودك وبشكر كل الأهلوية على متابعة حلقة النهاردة من السادسة وهنقابل حضرتكم بكرة إن شاء الله قبل مباراة الاتحاد ويكون وشنا حلو زي المشاط اللي فاتت على فرقة النادي الأهلي ونختم حلقتنا النهاردة بشعار المرحلة القضية ممكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر